اذا كنت من عشاق تويتا فانت دون شك بتعرف موديلات الشركة القديمة وكل ما انتجته في تاريخها الحافل بسيارات كتيرة ولكن دائما تويتا ما كانت تعكس السيارة العائلية الاقتصالية يوجد تحت اسم تويتا اربع اسماء منهم دايهادسو وليكزس في هذا الفيديو رح استعرض لكم 10 سيارات من تاريخ تويتا بالاغلب ما منعرف انهم موجودين سيارة الكوباي هاي بتصميمها الرياضي والعصري كانت من عام 1990 استمرت الشركة بانتاجها حتى عام 1995 كانت مخصصة للسوق الياباني فقط ثم استحصل عليها بعض عشاق السيارات بامريكا وغيرها من الدول لتصميمها اللي كان ملفت طبعا هي اشبه بلمبرغيني بتصميمه استدير يتسع لأربع اشخاص ابواب تفتح للأعلى سقف زجاجي وتصميم داخلي غريب يقول المصمم جوردون موراي انه استوحى منها تصميم ماكلرين F1 طبعا السيارة كانت تحمل عدة تقنيات لا تتوقع انها موجودة مثل مساحات امامية حساسة للمطر حساسات اصطفاف ونظام صوت السوبر لايف عشر سماعات والعديد من الادوات والاكسورات اللي كانت تركب على هاي السيارة طبعا تمتلك السيارة محرك اربع سيلندر 1500 سي سي كان بولد قوة 110 حصان مع ناقل حركة طبعا اوتوماتيكي في حين كان وزنها فقط 900 كيلو جرام تويتا قررت انه تعمل سيارة تحتفل فيبو مناسبة بيع 100 مليون سيارة في اليابان فقط طبعا حبت تعمل سيارة فخمة وكلاسيكية وبعدد محدود السيارة نزلت من عام 2000 وبسعر 70 ألف دولار كان بس في منها ألف نصفة وطبعا اذا بتتساءل مين بديشتي تويتا بهذاك الوقت بهيك مبلغ فبحب اقولك انه كل العدد انباعوا بالعقس تويتا زادت عليهم 73 واحدة زيادة عن العدد المقرر طبعا السيارة كان تمتلك محرك 3000 سي سي 2JZ بولد 220 حصان وابواب سو سايد رير دورز وهي الابواب اللي بتفتح للخلف على طريقة الرولز رويز مثلا بالاضافة الى دخول السيارة دول مفتاح وحسسات وانظمة ملاحة وراحة وغيرها من المواصفات اللي حطتها تويتا لتخلي السيارة مميزة للواهلة الاولى رح تفكرها هامر ولكن لا هاي تويتا او اكبر مركبة دفع رباعي بتصنعها الشركة في وقتها السيارة على غرار هامر كانت في البداية سيارة عسكرية واصبحت تباع للمدنيين فيما بعد كانت السيارة حصرية لسوق الياباني فقط تمتلك السيارة محرك 4100 سي سي تيربو ديزل بقوة 136 حصان وطبعا دفع رباعي بوزن 3 تون تقريبا بالنهاية هاي السيارة مش سيارة سرعة التورك تبعها كان عالي جدا طبعا انسنع من السيارة 133 نسخة مدنية فقط وبسعر 223 الف دولار وهون طبعا كان مواطن الياباني محتار ما بين انه يدعم صناعته الوطنية او يشتري هامر بنص السعر كانت تقريبا تويوتا 2000 جي تي بالبداية يمكن تفكرها انه اقرب ما يكون لجاكور اي تايب او داتسون او فراري بس مش تويوتا صح بعرفكم على تويوتا 2000 جي تي هاي نزلت اول مرة في معرض توكيو للسيارات عام 1965 كمثال كبروتو تايب بعدين انتجت في 67 كانت ثورة في عالم السيارات خصوصا نظرة الناس السيارات اليابانية بعد ما كان معروف عن سيارات انا تقليدية عملية اقتصادية وصغيرة اثبتت تويوتا بانه بامكان صناعة سيارات رياضية خارقة ومنافس السيارات الامريكية والاوروبية بس ليه نعمل هيك من سياراتنا عدنا نبع فعلا المجلات رحبت بهذا التصميم وقالوا عنه انه احد اجمل التصميم واكترها متعة امتلكت السيارة محرك 2300 سي سي ستة سلندر وكانت بقوة 150 حصان قادر الى الوصول للمية خلال 8 ثوانية وخمسة بالعشرة تقريبا رقم ممتاز لسيارة صغيرة في هداك الوقت انصنع من السيارة 351 نسخة وكانت تباع في وقتها بحوالي 7000 دولار طبعا الآن تباع بمبلغ مليون وميتين الف دولار وتعتبر سيارة نادرة جدا تويوتا كلاسيك مش اصدق انها كلاسيك هي اسمها كلاسيك مش كلاسيك انها دي هي كلاسيك يعنيها ب96 هاي السيارة محدودة للانتاج ويوجد منها فقط 100 نسخة بالاغلب ما بتعرف عنها ابدا عرضت للبيع عام 1996 بالذكرى الستين لفتتاح تويوتا وهي مستوحى من تويوتا AA من عام 1936 تم تزويد السيارة باطارات العجلات الخلفية الخاصة بالجيل الخامس من هاي لوكس مع محرك بسعة 2000 سي سي 4 سلندر من نوع واي بولد 96 حصان داخليتها مستوحى من التويوتا العصرية الحديثة ولكن عشان يزبط معهم شكلها البرانمة الداخلي فضافوا على داخليتها شوية جلد وشوية خشب عشان يتناسب مع الشكل الكلاسيكي اقتصر انتاجها على 100 سيارة فقط بسعر 75 ألف دولار للوحدة وتباع حاليا بحوالي 40 ألف دولار سنة الألفين كانت محور تغيير للكثير من التصاميم وسنة التطور والتكنولوجيا واللي حبت فيه تويوتا الطرح موديل عصري وشبابي ومناسب مع السوق وجابت سيارة ستروين مع نيسان مع سوبارو مع متسوبيشي وخلطتهم مع بعض وكانت النتيجة اللي هي هاي السيارة لكن هل فعلا تعتبر عصرية وشبابية مش شايف ممكن يكون شكلها ملفت ومش بالضرورة حلو لكن ما فيها اي خصائص تقنية متطورة بوقتها واللي كانت بالأساس هذا العنصر الرئيسي لوجود هاي السيارة امتلكت السيارة محرك 1300 سي سي بقوة 88 حصان ووزن أقرب الى 1000 كيلوغرام طبعا كانت السيارة محبطة للأمان وما باعت زي ما هو متوقع وتوقف انتاجها بعد سنة من اطلاقها ولكن كانت محاولة جيدة للخروج خارج الصندوق من تويتا تويتا سينتشوري او رولز رويز اليابانية فقد بدأ انتاجها في عام 67 جرى عليها بعض التعديلات وتصبيطات حتى اعادة تصميمها عام 97 طبعا اصدرت مناسبة العيد المية لكيشرو تويودا وهو كان مؤسس الشركة سيارة فاخرة راقية تقليدية الشكل اناقطة الخارجية بحجمها الكبير لا يقل عن فخامتها الداخلية والمساحة الكبيرة اللي بتوفره للركاب عادة عن تقنيات تكنولوجية متطورة وكراسي المساج وغيرها لضمان رفاهية السائق والراكب هاي السيارة هي سيارة الرفاهية الخاصة في المجتمع المخملي الياباني طبعا السيارة اجت في اكتر من محرك خلال انتاجها اخرى من محرك هاجين او هايبريد V8 بسعة 5000 سي سي بقوة 425 حصان السيارة تعتبر الافخم بين اسطول تويتا ولكن سعرها بتجاوز 178 الف دولار وهيك بصر عندها خير خيارات يا تشتري هاي يا تشري BMW الفئة السابعة او مرسيدس اس كلاس الخيار اليك تويتا في روزا السيارة هاي كانت البديل لسيارة المارك 2 او التشيزر او كريستا اللي وقف انتاجهم سنة الالفين بصراحة يمكن هاي السيارة متلكة شكل مختلف عن باقي السيارات من تويتا اللي كانوا بيشبهوا بعض بطريقة غريبة مع محاولة اضافة الطابع الرياضي والفخامة في السيارة بدأ انتاجها عام 2001 وانتهى 2004 انتج خلالهم 26 الف نسخة فقط واللي بيعرف تويتا بيعرف انه هذا الرقم قليل لكن مش كل الناس حبوا الشكل طبعا وكان يعتبر اداءها ممتاز اذا اخترت النسخة الاعلى اللي كان تمتلك محرك 2500 سي سي ست سلندر 1JZ اللي بقوة 276 حصان طبعا السيارة توقف انتاجها بعد فترة قصيرة لقلة المبيعات بس عشان اعطيكم معلومة سيارة المارك 2 كانت في ايامها تعتبر سيارة سباق الشوارع في اليابان في كثير من البلاد الخليج كان يعتبروها السوبرا الاربع بواب تويتا سبورت 800 تورباين هايبريد اول ما تسمع كلمة هايبريد تتخيل البريوس او سيارة حديثة بس ما بتتخيل سيارة بالابيض والاسود او من عصر السبعينات كيف انا بقولك هاي السيارة قد تكون اول من ساعت في تطوير فكرة السيارات الهاجينة في السوق والسيارة ظهرت في السبع وسبعين تخيلوا بالسبع وسبعين بعد كانت ايامها ازمة النفط والطاقة في السبع وسبعين والناس طالعة من هاي الازمة بتدور على بدائل وحلول لموضوع الطاقة خلاص احنا ما بدنا نستهلك بنزين وما بدنا محركات كبيرة تصف بنزين والشركات السيارات صارت تفكر في بدائل بالموضوع فاجأت تويتا طلعت اصدار من تويتا سبورت ايت هندرد اللي هو كان موجود بالاساس كسيارة عادية وطلعت منه اصدار اللي هو اسمه تورباين هايبرد كانت فكرته من خلال وجود الفتحة الكبيرة في اعلى غطاء المحرك والغاية من هاي الفتحة انها تدخل هوا على مراوح في حال مراوح بتولد طاقة للبطاريات والبطاريات بتولد الطاقة للمحرك الكهربائي اللي كان بساعد على تحريك السيارة مع المحرك البنزين طبعا زي ما حكيت السيارة في منها نسختين نسخة العادية اللي هي ايت هندرد سبورت والايت هندرد كانت تمتلك محرك فقط 800 سيسي ولكن السيارة التورباين هايبرد برضهم تلكت نفس المحرك بالاضافة للمحرك الكهربائي الفرع بناتهم انه العادية كانت تتولد تقريبا 76 حصان بينما الهايبرد كانت تتولد 100 حصان وهذا اشي كان خيال علمي بوقتها تخيلوا انت تيجي لواحد بال77 تقول له هاي السيارة عم تشعر البطاريات والكهرباء طبعا هاي السيارة نزلت في اصدار واحد فقط كان اصدار تجريبي من تويتا وما في انه اصدارات تانية أبدا تويتا جي تي ون بعيدا عن السيارة التصادية والصغيرة عمرك سمعت عن هاي السيارة ممكن بالواهل الاولى لو شفتها بالشارع بتقول انه هاي فراري انزو او اف اف اكس ولكن تخيل انه هاي تويتا المدهش انه هاي تويتا نزلت في 1999 عمرها تقريبا 22 سنة تصميمها ملفت وكان بالنسبة لها تويتا اشي متوحش طبعا هاي تويتا هي اغلى سيارة تويتا مليون و300 الف دولار امريكي تمتلك محرك وسطي V8 سعة 3.8 او 3200 سي سي مع التوين تيربو بولده قوة 600 حصان تتسرع من الصفر للمية ب3 ثواني و2 بالعشرة تخيل تخيل الرقم بالنسبة لتويوتا في اذاك الوقت طبعا السيارة كلها وزنها 900 كيلو جرام وعشان تعرف انه هاي السيارة بالاساس انصنعت لسيارات السباق ولكن فقط تنتين منها انصنعوا ليكونوا مرخصات انهم يمشوا على الشارع وهاي كانت قائمة بسيارات نادرة وغريبة من تويتا بتمنى اسمع ارائكو في التعليقات وشو في سيارات ممكن انضيفها على القائمة وشو بتغترحوا علي موضوع للفيديو القادم ما تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد